ليه بقول لحضرتك النهاردة انه كويس انه الاهلي فقد نقطتين مبارح ليه انا ما اتضيقتش او يا اتضيقت اي زي كل الجمهور طبعا اتضيقتهم الاهلي فقد نقطتين لكن ما حستش بمرارة ده او ما اتضيقتش بفكرة السباق على القمة لانه احنا كنا محتاجين ده ده يحصل في التوقيت ده يعني في حاجات كتير جدا المكسب ممكن يكون بيغطي عليها سلسلة اللاهزيمة دي في حد ذاتها ممكن تكون لنا احنا كجمهور وللجهاز الفني وللعيبة ممكن تكون للأسف شديد جدا خادعة تبقى نوع من انواع المسكنات نوع من الحاجات اللي بتغطي على مشاكل ممكن تكون موجودة والمشاكل دي ظهرت بقوة على فكرة الاهلي ملعبش اسوأ مطشاط بارح الاهلي لعب مباراة جيدة نسبية كورة انا بتكلم كورة او بتكلم تسعين دقيقة كورة سيبك من كل المعطيات اللي حواليها تسعين دقيقة كورة فهو تعادل عادل تعادل عادل وصيبك من الفار وصيبك من التحكيم وصيبك من رقلات الجزاء الكلام ده كله على جنب انا بتكلم مع حضرتك كورة دلوقتي تعادل عادل مع فريق محترم جدا لعب جيم كبير قدامنا قادي الاهلي تقريبا تكلم في سبعين دقيقة فرقة بتلعب نقصة الاسئلة اللي ممكن تتراحها من خلال متابعتك للتسعين دقيقة دي كاشفة يعني اعتقد ديميس سيركولر هيذاكر المباراة بتاعت المباراة دي كويس جدا في حاجات ليها علاقة بشغل فني في حاجات ليها علاقة بأسماء لعيبة وفي حاجات ودي اهم ليها علاقة بالروح في حاجات ليها علاقة بالروح اللي غابت وكانت غيبة بالمناسبة في مطارات كتير الموسم ده عن اسماء اش هقول اسماء طبعا انت عودت وانا ما بتكلمش بالاسم انا يمني الفريق ويمني اسم النادي الاهلي لكن من الاسئلة ممكن تسألها على سبيل المثال بمناسبة الحقيقة فريق فيوتشر فريق يستحق الاشادة وعجبني الحقيقة عدد كبير جدا يعني عدد كبير الوادي مبارح باري مهاجم الفريق جوناثن نجوين غنام محمد لعيبة على اعلى مستوى الحقيقة لعيبة كورة محترمة وكانوا شايلين الفرقة وكانوا من ازباب مع العيبة تانية من ازباب اخدوا بالكم الفريق مبارح فريق فيوتشر كان غايب عنه اسماء كتير جدا لكن في النهاية بتكلم على فريق بيلعب النادي الاهلي مطرود منه واحد مهم جدا عمر كمال عبد الواحد مديهة عشرين ولا مديهة عشرين فبيلعب ناقصه المباراة وقدر يخرج بالمباراة بنتيجة التعادل ده يعتبر مكسب لفيوتشر فانت بتلعب مع فريق محترم جدا لكن الاهم من ده انك تشوف عيوبك واحد واذا كنت بتكلم على الروح من شوية ليه اداء الاهلي اللي ظهر بيه بعد ما فيوتشر سجل هدفه ما ظهرش الا بعد ما النتيجة بقى التعادل يعني ليه الحالة دي حالة الرغبة وحالة الاسرار وحالة التركيز الكبيرة قوي اللي ظهرت في اداء الاهلي بعد تسجيل هدف ما حصلتش من بعد ما احنا سجلنا الهدف الاول علما بان الظروف كانت مواطية جدا تتعب قدام فريق ناقص وانت بدن يوقف على رجلك وبالدليل انك في اخر المباراة جزيت وشديت وقدرت انك انت تقول انا قادر اوصل وقادر اخلق فرص وقادر اكون بشكل خطورة على المرمى ليه ده ما حصلش بعد الهدف الاول للنادي الاهلي رغم ان الظروف كلها كانت تسمح بدن وده سيناريو بالمناسبة اتكرر كتير السنة اللي فاتت وادى لضياء كتير من النقاط في سباق المنافسة على الدول ده سؤال سؤال تاني في اسماء كتير وده من السؤال حقيقية دي ملاحظة في اسماء كتير جدا عليها انها تراجع نفسها وتراجع حسابتها الاهلي مقبل على المعمعة الاهلي من بعد خدوا بالكم احنا عندنا فرقه النهاردة فرق اجازة ترجعت مرة بكرة عندنا فرقه بقيادة ايهاب جلال طبعا بعد ما تم توجيه الشكر لنونو علميدا المدير الفني لفريق فرقه فالله هيتولى قيادة الفريق في المباراة اللي جاية امام الاهلي هو كابتن ايهاب جلال واعتقد نهاردة قد اول مران للفريق ومن بعد فرقه عندك مشوار صعب جدا اضيف على ده انه حالة الضغط ان احنا ما عاشناش اي حالة ضغط من اول موسم لغات نهاردة لعبنا سوبر مصري لعبنا دوري ابطال لعبنا كاس لعبنا دوري ورغم المشاركة في كل البطولات دي الا انه ما فيش اي حالة اجهاد او فيش اي حالة ضغط تستدعي تراجع مستوى الضغط يبدأ من امتى الضغط يبدأ من اللي جاي وخصوصا اشتركوا في القناة